اشتركوا في القناة الهشة الخفيفة وبدون عسل كولوكوز اكيد كلنا بنحب السمسمية ودي حرويات من ايام الطفولة يعني سهلة وسريعة بمكونات بسيطة وشايفين قد ايه كريسبي والسمك بتاعها متساوي بدون ادوات خاصة ولا اي حاجة نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة يلا رفعونا باللايك والكومنت الحلو هبدأ اصحابي هنعمل مقدار صغير عشان اللي حب يجرب هبدأ باتنين كوب ونص من السمسم وحبابنا في المغرب العربي بيسموه زينجيلان اعتقد هنا اضفت الاتنين كوب ونص كوب وطبعا تأكدوا ان السمسم اللي انتو شاريينه سواء من السوبر ماركت او من العطار ما يكونش قديم لان السمسم يعتبر نوع من انواع المكسرات بيكون في زيوته عطرية فلو في سوق تخزين بيبقى رحته مش ظريفة فبالتالي هيأثر على الطعم فتتأكدوا ان رحته مش يعني حلوة يعني هنا خلاص بالنسبة للسمسم اصحابي هنضيف بقى هنعمل السيرب او العسل اللي همسك لنا حبات السمسم اضفنا في الاول نص كوب من السكر واخد نص كوب من عسل النحل في حد هيقول لي طبعا الوصفات السمسم اصلا اللي بيتعمل في المصانع اللي لازم فيها عسل الكولوكوز احنا النهاردة استغنينا عن عسل الكولوكوز وهنشتغل بعسل النحل ده العسل العادي يعني اللي هو موجود في السوبر ماركت ومتوفر وسعره مش غالي يعني وان شاء الله هعمل وصفة تانية بدون عسل بس هنعملها فقط بالسكر ان شاء الله انتظروني ان شاء الله فهنعمل كل الاختيارات عشان كل واحد حسب المتوفر عنده في المطبخ يشتغل طيب هنا جهزنا بقى مكونات السيرب وجهزنا السمسم هنا اصحابي برضو لازم قبل ما نبدأ نشتغل الاشياء دي لازم تجهزيها انا اخدت اللي هو الكيس الحراري بتاع الشواء او معند كيش تقدر وفتحته على الكوتينج بورد معند كيش ورقة زبدة معند كيش على الرخامة على طول بس اهم حاجة ندهنها دهنت زيت او على صنية اليمونيوم تقليب الظهر بتاعها وتدهنيها بالزيت كويس جدا وطبعا هنبقى مجهزين ورقة من فوقها مسوينها بورقة زيت معند كيش خالص ممكن ورقة يعني اي كيس بلاستيكي وبرضو تدهنيه بالزيت هنا هناخد السمسم انا فيه ناس بتحب تخليه يعني ابيض وفيه ناس بتحب تحمره قوي وفيه انا عن نفسي هخليه يعني اول درجات الدهبي يعني اللي هخليه ابيض قوي ولا هخليه اللي هو الاحمر اللي جامد يعني شايفين اخد اول درجات الدهبي يعني اشقر طبعا بقى يعني تسويت السمسم او تحميره الدرجة اللي تحبوا توقفوا عندها برحتكم اهو انا بالنسبة لي الدرجة دي ممتازة رفعنا السمسم على جنب ولازم في المكونات دي هو الشغل بسرعة لان انتوا عارفين ده عسل وسكر وطبعا وانت بتشتغلي في السكر رجاءا الاطفال ممنوع خالص يكونوا عندك في المطبخ عشان لسعة السكر الحار ربنا يعافينا وإياكم ان شاء الله فالحاجات دي ممنوع الاطفال يدخلوا عندك المطبخ تماما هنا اصحابي اخدنا نص كوب من السكر ونص كوب من العسل وحطينا يعني زراج من ملح اللمون اللي ما عندوش ملح اللمون يقدر يضيف معلقة صغيرة من عصير اللمون هننتظر على نار هادية حتى السكر والعسل يدوب تماما ولازم تبقى النار هادية وما تحاوليش تقلبي بمعلقة ولا اي حاجة عشان ما يسكرش مننا بس احنا بنحرك الحلة او المقلاية اللي انت شغالة فيها زي ما انت شايفة كده بنفضل بالتحريك حتى يبدأ نتأكد ان العسل والسكر ده تماما اهو شايفين طيب هعرف ان هو استوى ازداء او هو جاهز خلاص شايفين الفقعات والسكر امتازك تماما ودي المرحلة الممتازة اللي هنضيفه على السمسم كده خلاص اهي شايفين الفقعات كبرت ازاي كده يبقى السيرب بتاعنا جاهز على طول هنقل اهو زي ما انتوا شايفين هنقل السمسم تاني على النار ومهدية النار خالص وهنزل بخليط السيرب او العسل اللي احنا عملناه مع السكر هننزل بيه مباشرة وطبعا في المرحلة التقليب والحاجات دي اما سباتولة سيليكون او معلقة خشب عشان تسهل عليك الدمج على طول وما يلزقش فيها الحاجة اهو وعلى طول مباشرة بنقلب انا هدية النار خالص عشان احافظ على درجة السيرب عشان ما يشغل السكر ده عشان ايه ما يفش مرة واحدة ويمسك يعني احنا لسه عايزين نشكلها هنقلب بس حوالي ثانية كده او ثانيتين حتى نتأكد ان السمسم اه اتشرب كل كمية السيرب اهو زي ما انتو شايفين وهي الكمية مزبوطة يعني الكباتين ونص من السمسم اه متوازن معهم جدا كمية العسل مع السكر متوازنة يعني اللي هي اللي هي هتبقى كتيرة وتدينا طبقة سكر يعني مش مستصاغة مع الحلة ولا هي القليلة لدرجة ان نبقى الحلة مفرفت لا هي الكمية مزبوطة جدا على طول على طول مباشرة على البورد او على الرخامة اللي انت شغال عليها او صانية بنزل كل كمية خليط حلس سمسمية مباشرة اهو وطبعا قلنا الورقة لازم تبقى هنا بالزيت عشان تسهل علينا الفرد والتشكيل مباشرة حين نزلت هجيب ورقة تانية مباشرة على طول اصحابي بنجيب ورقة مباشرة الشغل هنا بيبقى سريع لان خليط السكر بيمسك بسرعة وبالنشابة او المردنة على طول بنبدأ نفردها ونحاول نساوي السمك طبعا بقى السمك انتو بتتحكموا فيها عايزينها سميكة عايزينها رفيعة يعني انتو بتتحكموا فيها بروحتكم انا عن نفسي بالنسبالي هخليها رفيعة لان طبعا عشان الواحد ما يكلش سكريات كتير واللي ياخد جزء يعني ما يحسش انه اخد سكر كتير يعني طبعا انتو حسب حريتكم هنا اصحابي بعد ما فردتها بسمك تقريبا سمك واحد هبدأ بسكين حامي على طول هنساوي الاطراف والاطراف دي طبعا كلنا هناكلها والاولاد هياكلوها اهي بس هحاول اجيب شكل مستطيل بقدر الامكان عشان هقدر قطعها وبمصطرة باي حاجة عندك في ده الكوفر بتاع السكين هتبدأ يتقسميهم مستطيلات عايزة بقى تقسميهم قطع اصغر تقدري تقسميهم قطع اصغر انا هعمل منهم هنعملهم مستطيلات طولي وبعدين هقسمهم بالمنتصف هخلي مجموعة عريضة ومجموعة المجموعة التانية هقسمها من المنتصف تبقى ارفع شوية شايفين بقى الاطراف مقرمشة وكريزبي هبدأ بقى وطبعا لازم خلي عليهم الكيس البلاستيكي اللي احنا عملناها اللي هو كيس الشواء الحراري ليه؟ عشان يحفظ لك عليها اه واثناء الاكل اللي هياكل على طول مباشرة بينزع منها ورقة الكيس البلاستيكي اللي هي بتحفظ عليها وبتغلفها عشان ما يلزقوش في بعض هنا بقى اصحابي بعد ما حطناهم في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين اهي طبعا سمكها ممتاز جدا هنشيل بقى اثناء الاكل على طول بتحفظي بتشيل منها الورق اللي هو الشفاف اللي هو الكيس الحراري ده صراحة ممتاز وموجود في كل السوبر ماركت ومش غالي انصحكم به صراحة احسن من ورق الزبدة كمان اهي شايفينها ممتازة